فيما يخص التصعيد الإسرائيلي في غزة أكد قادة الدول العربية والإسلامية في ختام قمة الرياض على مواصلة التحرك بالتنسيق مع المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي لو تحدثنا عن هذه التحركات وانعكاسيها على الوضع في القطاع المحاصر شوفي حضرتك التنسيق ده موجود والشغل بتاعنا مع المنظمات الأخرى موجود احنا بنسق مع تعاون الإسلامي بنسق مع الأم التحدة ووكالتها المتخصصة بنسق مع الجميع والكل دول بينسقوا معنا بس المشكلة مش في المنظمات المشكلة أن هناك قوة قائمة بالاحتلال تمنع بالقوة العسكرية دخول المساعدات الإنسانية لشعب تحت الاحتلال ويحتاج أكبر احتياج ممكن لهذه المساعدات فهذه القوة اللي هي بتقوم بالاحتلال هي قوة تقف ضد القانون الدولي وهي مخالفة للقانون الدولي ودولة تقوم بعمليات إبادة جماعية زي ما احنا كلنا عارفين الوصول إلى النقطة اللي نقدر فيها نحسن وضع البشر داخل القطاع هي نقطة وقف إطلاق النار نأمل هذا ومن بعد ذلك يأتي تفعيل موضوع المساعدات من خلال عدة طرق وبالتنسيق مع كل من مصر والأردن طبعا وهنا في قطاع غزة مصر في الأساس إنما الهدف هو إن لا يستخدم التجويع كسلاح نحرم الإسرائيلي من استخدام هذا السلاح اللي هو سلاح يعني ينم عن دنو أخلاقي كبير جدا جدا ترجمة نانسي قنقر